بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الثاني الابتدائي أسعد كثيراً كثيراً بلقياكم وأستمتع بهذه الدقائق التي أقضيها معكم وأعود وأنا في شوق كبير إليكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثاني الابتدائي وأرحب بكم أجمل وأحسن ترحيب في مطلع هذا الدرس كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ فواز العقيل وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولاً الصف أو المرحلة الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع الدرس التعامل مع الناس تابع الأداب واحد سبق وأن أخذنا الأداب واحد وهذا درس مكمل لذلك الدرس وأهدافنا التي نسعى لتحقيقها من خلال هذا الدرس تتمثل فيما يأتي أولاً أن يستنبط الطالب أو الطالبة فائدة التبسم هل للابتسامة فائدة؟ سنتعرف على ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى ثانياً أن يستخرج الطالب أو الطالبة آداب التعامل مع الناس من خلال المقطع المرئي الذي سأعرضه عليكم بإذن الله تعالى ثالثاً أن يطبق الطالب أو الطالبة الطريقة الصحيحة لملاقات أصحابه رابعاً أن يذكر الطالب أو الطالبة أدباً من آداب الحديث خامساً أن يختار الطالب أو الطالبة التصرف الصحيح حين استقبال كبير السن ماذا يفعل؟ هذه بعض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى ولكن دعونا نتهيأ لدرس اليوم وكعدتنا دائماً نكون على استعداد بإحضار ما يأتي أولاً كتاب المادة المقرر مقرر علينا وهو كتاب الدرسات الإسلامية إحضار جميع الأدوات من قلم الرصاص وهو الأساس المبراهة والبراية والممحة والألوان وغير ذلك مما قد نحتاجه إذن نحن سنأخذ الآن القسم الثاني من أقسام الكتاب وهو الفقه والسلوك قسم الفقه والسلوك ولذلك يفتحوا الكتاب معي على الصفحة السبعة التي بها الفهارس وهذا هو درس اليوم الأداب واحد وهو في صفحة ست وعشرين في صفحة ست وعشرين هذه الصفحة صفحة الفهارس نفتح عليها ونبحث عن موضوع الدرس وهو الأداب واحد في صفحة ست وعشرين هذا هو عنوان الوحدة التعامل مع الناس التعامل مع الناس وعنوان الدرس هو الأداب واحد في الدرس الماضي قمنا بما يأتي قمنا بالمقارنة بين الصور المعروضة في صفحة ست وعشرين وتعرفنا على الصور المبتسمة وغير المبتسمة فائدة التبسم الدليل من السنة على التبسم كيف أستمع إلى من يتحدث تطبيق عداب اللقاء وأثرها إذا أسأت لأحد ماذا أفعل ولذلك سنراجع بعض هذه المعلومات كيف أقابل أخي حينما أقابل أخي أو صديقي أو غير ذلك ماذا أفعل؟ كيف أقابله؟ هل أقطب جبيني في وجهه؟ أم أبتسم في وجهه؟ أحسنتم؟ ماذا أفعل غير الابتسامة؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن أصافحه وألقي عليه التحية تحية الإسلام ما تحية الإسلام؟ سنتعرف على ذلك بعد قليل إذن أصافحه 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 أخي عند ملاقاته أبتسم في وجهه انظروا لهذا الشاب و لهذه الفتاة كيف هما يبتسمان؟ أبتسم في وجهه وألقي عليه التحية أحييه بتحية الإسلام أحييه بتحية الإسلام فما تحية الإسلام؟ من يعرف من المبدعين أو المبدعات تحية الإسلام؟ ما هي تحية الإسلام؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هذه هي الأداب مجتمعة هذه مما تعرفنا عليه في الدرس الماضي أيضاً من الأداب تكلمنا على أمر مهم ألا وهو الاهتمام بمستوى الصوت بحيث أنني أراعي الصوت المناسب لكي يسمعني من بجانبي فقط لا أرفع الصوت رفعاً شديداً فأزعج من بجانبي والآخرين ولا أخفضه بحيث أنه لا يستطيع سمع صوتي وربما كلما مره أختار الصوت المناسب الذي يسمعني به من بجانبي ولا أحتاج لأن أسمع الناس الآخرين دون أن أعوذي أحداً إذن لا أرفع صوتي أثناء التحدث معه عندما أقابل أخي أو زميلي أو أي أحد أتحدث معه لا أرفع صوتي أيضاً أنا أحترم الكبير كبير السن له حقوق له احترام وديننا علمنا أن نحترم الكبار وأيضاً بلدنا ومجتمعنا يعلمنا على احترام الكبير ومراعاته ولذلك إذا كنت أريد أن أدخل مع باب وهناك شخص كبير لا أتقدم عليه أحترم هذا الكبير وأجعله يدخل قبلي أنتم أنتم أسألكم أنتم هل تفعلون هذا الأمر إذا تقابلتم أنتم شخص كبير هل تسبقونه إلى الباب أم تفتحون الباب له وتقولون له تفضل تفضلي أدخل أدخل تحترمون الكبار ما شاء الله عليكم ما شاء الله تبارك الله إذن هذا هو الخلق الذي ينبغي أن نهتم به وبعد أن تعرفنا على فقرات الدرس الماضي جزء من فقرات الدرس الماضي تعالوا نتعرف على فقرات درسي اليوم اليوم سنذكر فوائد التبسم الاستمتاع بمشاهدة مقطع مرئي استخراج فوائد من المقطع قيم نفسك في مسابقة الأداب واحد قيم نفسك في مسابقة الأداب واحد تعالوا الآن إلى فقرات درسنا التي من خلالها بإذن الله تعالى سنستفيد ونتعلم ونستمتع هل للتبسم فائدة ماذا نستفيد من التبسم حينما أنا أتبسم هل أنا أستفيد شيئا حينما أتبسم هل يستفيد من يقابلني شيء فكروا معي في فوائد التبسم لماذا نتبسم وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا يتبسم أحسنتم نعم كان صلى الله عليه وسلم يتبسم إذن ما الفائدة من التبسم فكروا معي أحسنتم أحسنتم هو دليل على المحبة أحسنتم أيضا دليل على الرحمة أيضا يدخل السرور على صاحبه وعلى من يقابل أحسنتم بارك الله فيكم فكروا فكروا معي الناس تحب من المبتسم أم المغضب ما رأيكم أحسنتم الناس يحبون الشخص المبتسم إذن هناك فوائد كثيرة للتبسم أيضا من أهم الأمور أن هذا التبسم هو سبيل للحسنات تخيلوا تعابير الوجه هذه تعطيك حسنات تخيلوا معي أننا إذا تبسمنا تأتينا حسنات تبسمك في وجه أخيك لك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ديننا عظيم ديننا يعلمنا العبادة ويعلمنا الأخلاق ويعلمنا الآداب ويعلمنا التعامل مع الناس إذن التبسم سبيل لزيادة الحسنات الابتسامة سبب للمحبة والتآلف تعطي راحة للمبتسم وقبولاً وطمئناناً للشخص الآخر هذه فوائد التبسم أما الآن فأنا أدعوكم لمشاهدة هذا المقطع المرئي والانتباه لكل ما يريد فيه بدقة لأنني سوف أسألكم فيه بعد نهايته الآن سنعرض مقطع مرئي تابعوه جيداً انتبهوا للحوار الذي دار بين الشاب والرجل الكبير وكيف نستفيد من هذا الحوار وسأسألكم عن هذا الحوار وعن هذا الموقف وعن هذا المشهد التمثيري الذي سترونه فإلى المقطع لماذا لم تسلم على ذلك الرجل الكبير عندما مررت من جانبه يا أحمد ولماذا هو لم يسلم عليه من السنة يا أحمد أن يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير أخرجه أبو داود سأعلمك يا أحمد آداب التعامل بين الناس أولاً استحباب المصافحة والتحية بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن البراء رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق أخرجه أبو داود ثانياً البشاشة عند ملاقات الإخوان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة أخرجه الترمذي وتذكر يا أحمد ينبغي أن يهش ويبش الأخ في وجه أخيه كل ما لا قال وهل من آدب الآخر للتعامل بين الناس؟ الأدب الرابع عدم مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم كما فعلت قبل قليل أعتذر الأدب الخامس من آداب التعامل مع الناس ألا أتقدم على من هو أكبر مني هذا كلام غير صحيح والأدب السادس من آداب التعامل مع الناس ألا ترفع صوتك أثناء التحدث مع الآخرين أنا أعتذر منك والأدب السابع من آداب التعامل بين الناس إذا أسعت إلى أخيك فتعتذر منه فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم شكرا لمتابعتكم وإصغائكم الآن سأطرح بعض الأسئلة على المقطع السابق المقطع السابق المقطع المرئي كان فيه حوار جميل جدا اختصر لنا هذه الآداب في دقيقتين تقريبا أو أكثر من ذلك بشيء يسير وحصرها بطريقة جميلة وعرفنا آدابا سبعة في هذا المقطع سؤالي الآن هل سلم الشاب على الرجل حينما مر به؟ التقى الشاب والرجل هل سلم الشاب على الرجل؟ آه لم يسلم لماذا؟ لماذا لم يسلم؟ أحسنتم إذن لم يسلم عليه وبماذا أجاب حينما سئل لماذا لم تسلم على الرجل الكبير حينما مررت بجانبه؟ هو لم يسلم وكان عنده سبب في باله وفي ذهنه يجعله لا يسلم عليه لماذا لم يسلم؟ أحسنتم قال إنه لم يسلم عليه يريد أنه يقابل الإساءة بإساءة وأنه يريد أن هذا الرجل يسلم عليه ويريد أن يقابله بالمثل إن سلم سلمت وإلا لم أسلم فهل هذا مناسب؟ أحسنتم إذن قال لماذا هو لم يسلم عليه؟ هذه إجابته هل تؤيدونه على هذه الإجابة؟ لا لا نؤيده على هذه الإجابة لا شك بأي شيء يمكن أن نرد عليه بأي شيء يمكن أن نرد عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أحسنتم مبارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي والماشي على القاعد إذن هذه السنة وبالتالي فإن الحق أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير وحتى لو كان هناك تقصير أو شيء فإننا لا نقابل الإساءة بإساءة وإنما نبادر إلى العمل الطيب إذن كان رده غير مناسب ولكنه كان محترما لأنه يتقبل التوجيه ويتقبل التعليم ولذلك المسلم دائما يحرص على العلم لأنه يستفيد من هذه التوجيهات إذن نحن الآن أمام هذه المسابقة وأنتم أكيد في شوق وفي حماس وكل شخص الآن قد أحضر ورقة وقلما حتى يسجل لنفسه درجة إذا أجبت إجابة صحيحة أو أجبت إجابة صحية أضعوا عشر درجات وننظر كم تأخذون من عشرة إذا دخل كبير السن للمجلس وأنا جالس ماذا أفعل؟ إذا دخل كبير السن للمجلس وأنا جالس تعرفون؟ لا هناك خيارات سأضع لكم خيارات واختاروا منها الخيار الأول لا أهتم بذلك الخيار الثاني أوسع له وأدعوه للجلوس الخيار الثالث أبقى في مكاني رأس خيارات ماذا تختارون؟ أحسنتم أيها المؤدبون والرائعون والرائعات أوسع له وأدعوه للجلوس هذه هي الجيابة الصحيحة بارك الله فيكم السؤال الثاني إذا تكلمت مع أحد فلم يلتفت لي فإنني ماذا أفعل؟ أيضا هناك خيارات السؤال الأول كم أخذتم فيه؟ من أخذ عشر منكم؟ أحسنتم السؤال الثاني إذا تكلمت مع أحد فلم يلتفت لي فإنني أرفع صوتي بقوة أغضب ولا أتحدث معه مرة أخرى أعيد الكلام في الوقت المناسب ما رأيكم؟ هل أغضب ولا أتحدث معه؟ أم أرفع صوتي بقوة حتى ألفت انتباهه؟ أم أعيد الكلام في الوقت المناسب عند السكوتي عند انتباهه؟ أحسنتم أعيد الكلام في الوقت المناسب ولا أغضب ولا أرفع صوتي السؤال الأخير في المسابقة عندما يتحدث شخص في مجلس ما وأتذكر حديثا مناسب حديثه وأخاف أن يفوتني هذا الحديث أريد أن أشارك أنا في حماس أريد أن أتحدث ماذا أفعل؟ هل أتحدث مباشرة أثناء حديثه؟ أو أنتظر حتى يفرغ من حديثه ثم أتكلم؟ أو أستأذنه في قطع كلامه ثم أتحدث؟ أقول لو سمحت انتظر عندي كلام سأتحدث به أي الخرارات والخيار الصحيح؟ أحسنتم أنتظر حتى يفرغ من حديثه ثم أتكلم؟ كم حصلتم من ثلاثين درجة؟ ما شاء الله تبارك الله إذن إلى هنا نصل إلى ختام درسنا شكرا لأدبكم وإصغائكم واستمائكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته